النهاردة ما شاء الله او مبارح تحديدا حياء منتدى شباب العالم كتب كلام جميل اوي ازاي ان انت تبقى في حالة طيبة وفي حالة طرفهية في بيتك تحت عنوان القراءة قالك ان دور على كتاب انت ما كنتش نتيجة ازدحامك بالشغل والحكايات ورؤيت ما بتاخدش وقت ان انت تقرأ فرصة من ضمن اجزاء حياتك في البيت ان انت تقرأ لا مانع من القراءة على الاطلاق وتجيب كده كتابك ان نفسك تقرأ او حد قالك على كتاب حلو خده اقرأه هياخد جزء من وقتك ما بقولكش اليوم كله هتقر لا هتقسم يومك ما بين اعدى مع الاسرة اعدى مع الزوجة كان في الاولاد الحكاية الرواية جزء تاني بتتفرج على افلام حلوة سواء ان كنت غاوي افلام عربي او افلام اجنبي زي ما انت عايز تفرج اللي عايز تفرج على ماتشات قديمة اللي عايز تفرج على ماتشات جديدة قنوات بتزيع الماتشات والحكاوات والروايات عندك متسع اتلم انت والاسرة على الفطار وعالغداء وعالعشة زي ما دكتور عكاشة بيقول لنا في قناتنا الجميرة القيرة والناس فرصة ان انت تتلم على الاكل عمرنا ما كنا بنتلم مع بعض واذا تلمنا مرة كده في اليوم يبقى كويس على وجبة من الوجبات يعني عندك فرص كتيرة جدا لهذه الامور كمان زي ما بكرر كل يوم قلل من متابعتك لكورونا قلل ما قدرش اقول لك ما تشوفش صعب ان انا اقول لك ده لكن لا قدر اقول لك ايه قلل قد ما تقدر قلل يعني اضغط على نفسك وانت بتمسك الرمود كنترول كده ما تروحش قوي على الجانب الخبري اللي هو بيقول لك كورونا وبتاعه والامريكا اه 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 بيعملك حالة مش حالة خلاص احنا كلنا عايشين هذا التوقيت كلنا عارفين التعليمات وبننفذها عن ظهر قلب مش لازم ان احنا نحصر نفسنا بقى طول اليوم في اخبار كورونا خلاص احنا جات لنا حصانة من الاخبار ما بقناش قوي عندنا شغف في المتابعة لاننا كلنا عارفنا ان هذا الوباء اصاب العالم كله خلاص عارفنا وعارفنا ان هو مش هينتهي في يوم وليلة عارفنا ده وعارفنا ان هو مستمر معنا شوية كمان تمام 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 وعارفنا ان العالم كله بيبحث عن امصال ولقاحات وكلام ده كله ربنا يوفق يا رب باذن الله وعارفنا ان بعض الادوية تم اكتشافها وكذا وكذا وعارفنا ان الاردن ما شاء الله في حالة طيبة اليوم ان دوله وقبلنا وقبل كل الدنيا كلها يا رب ان شاء الله فان شاء الله احنا راحين للافضل باذن الله عشان كده ايه ما تحصرش نفسك قوي في هذه الامور طيب